وسبب الحروب يراها منتجوها أزمن من الذهب ويريدها مستهلكوها أرخص من الماء وجوهها مختلفة وجوهرها واحد النفط والطاقة على شاشة سي أم بي سي عربية ثورة الشعوب الحاضر أصبح من الماضي والمستقبل هو اليوم اليوم هل إمدادة الطاقة في خطر؟ اليوم ماذا عن أسعار الغذاء الآخذة في الصعود؟ اليوم قناة السويس هل تغير وجه المعادلة؟ لا مجال لغض النظر بعد اليوم سي أم بي سي عربية تواكب الحدث مشاهدينا مرحبا مرة جديدة طبعا حلقة جديدة من حقيبة جوه الحلقة حتكون نوعا ما منوعة طبعا حنتعرف على الفيفا ورؤساء الاتحاد كرة القدم إن كان أوروبا، أفريقيا، آسيا، طبعا الاتحاد الدولي الفيفا جوزيف بلاتر جولة على الشخصيات، بلاس حنتعرف اقتصاديا عن اليمن، اليمن مهم جدا، خصوصا تحت الأحداث، بلد رائع وجميل أيضا، أبنية تاريخية حلوة حنشهدها، ترسية، وأيضا أماكن سياحية مهم جدا، وكتير الأوروبيين والأجانب يحبوا يقصوا لتعرف على هذا التاريخ، أيضا كمان عندنا وقفة مع الدهب، وهيك بتكون تقريبا اختصار الحلقة أول البداية حتكون الشخصيات مهمة جدا باتحادات كرة القدم مشاهدينا طبعا بنبدأ الجولة السريعة، ندخل إلى أوروبا، حنعمل جولة سريعة مثل ما ذكرنا على رؤساء اتحادات كرة القدم رح نبدأ من أوروبا من لاعب مشهول جدا قبل ما نشاهد أسطورها، لاعب كبير جدا 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 جدا، هيدا ميشيل بلاتيني، بشيء بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي اللي كرت قدم طبعا فرنسي، هون شاهدناه بلبس جرافات وطاي وبدلة، ولكن حنشاهده بلاتيني، لاحظوا يلي بيعرفوا منيح بلاتيني وعاقيين بلاتيني، لاعب كبير، نجم فرنسا على الإطلاق كان قبل ما يكون رئيس الاتحاد الأوروبي، نجم فرنسا القوي، يمكن أعظم لاعب بالتاريخ فرنسي، مشه بلاتيني هدف، أيام العز، أيام 84، 85، 86، أيام 82 بلاتيني، بلاتيني طلق طبعا مع فريق سنتيتيان فرنسي، وثم كمانا كان أيام العز طبعه، كانت مع نادي يوفنتوس، هون مع يوفنتوس، ببدل جوفنتوس الإيطالي، بلاتيني اللي شكل سنائي قوي وكبير مع بونيك، طبعا هون زبيجين يو بونيك، اللاعب البولوني المعروف بلاتيني، كل إنجازات جوفنتوس، أفضل لاعب بالعالم، أفضل لاعب بأوروبا، وخصر بلاتيني، ما قدر ربح كأس العالم مع فرنسا، طبعا كانت العقدة هي ألمانيا، بالـ 82 وبالـ 86 خصر قدام ألمانيا، مرتين بلاتيني، قدام شو مخر، وقدام رومينيكي وبرايتنر، طبعا عقدة كانت ألمانية موجودة عن بلاتيني، ولكن بلاتيني استطاع أنه يربح فرنسا كأس أوروبا، وأيضا شهدنا على إسبانيا وقته، وشهدنا بلاتيني بأيام العز أيضا، ما بإيطاليا، برجع على مركز مهم جدا، رئيس الاتحاد الأوروبية لكرة قدم، طبعا عدة قرارات، هنعم نشاهده موجود بقوة، كمان منشاهد أنه أوروبا كاتحاد كرة قدم بأوروبا، من أهم الاتحادات بالعالم، طبعا أوروبا، تعرفوا الأوروبا، ربحت كأس العالم بفضل إسبانيا، رجعت كأس العالم إلى أوروبا، مع إسبانيا بطلة العالم لأول مرة، خلينا نتعرف الآن إلى نسبة شخصية تانية مهمة جدا، هون عيسى حياته، عيسى حياته من الكاميرون، رئيس الاتحاد الأفريقي، اختير لأول مرة سنة 98، طبعا هون يوي كاميروني الجنسية، ورئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وهون اختير لأول مرة سنة 28 بالمغرب تيكون قائد للاتحاد الأفريقي، كمان صلوا تقريبا أكبر جهاز بالقارة السمراء، عم نتكلم لـ 88، عشرين سنة على بالاتحاد الأفريقي، معروف جدا بأفريقيا، عدة مشاريع قدر استطاع حياته أنه يطورها، يطور اللعبة بأفريقيا، طبعا بأفريقيا عم يظهر أكتر وأكتر لعبين، وهون كمان مشروع تعاون مع اتحاد أفريقي واتحاد الأوروبية، الجهاز الكافل تأسس سنة 57، مجموعة من التطورات، هون صار في تعديلات قوية، هيدا عيسى حياته، طبعا اللعبين الأفارقة، مش هيد كتير لعبين أفريقيا موجودين بالنواد الأوروبية، سريعين باللاعب، كان نتذكر كتير لعب ألغاني، أبيدي بيلي، طبعا نفس اسم بيلي، لعب أسطورة كرة قدم، ومنتذكر من الكاميرون، طوماس نوكونو اللاعب الكبير، روجي ميلا نجم الكاميرون على الإطلاق، أفضل لعب من الكاميرون بتاريخ الكاميرون، روجي ميلا، وحرسين حراس مرمى مهمين جدا مثل ما قلت، طوماس نوكونو أو بيل أنطوان، كمان، خلينا نوقف صغير ومنتابع مع الرؤية، مشاهدين منتابع الجولة طبعا، خلينا نشاهد شخصيات سابقة، ولكن مهمة وتاريخية بالفيفا، أكيد ما فينا ما نذكر، مثل اسم جو هافلانج أو خوان هافلانج، هيدا جو هافلانج، هون بالصورة مبين كبير نوعا ما، وهو أصلا هو موليد السطعش، أكيد حيكون كبير، لبرازيلي واللي قعد 24 سنة، 25 سنة، رئيس الفيفا، رئيس تاريخ الفيفا، هون رئيس الاتحاد الدول لكل قدم منذ الأربعة وسبعين، يعني وقت لبرازيل، كانت خسرة كأس العالم بالأربعة وسبعين، كانت ربحان عين بلاي، البطول اللي بعدها بالأربعة وسبعين، هيدا جو هافلانج كمان مرة هون على الصورة، ظل سنة التمينة وتسعين هافلانج، بعدين بلتر من التمينة وتسعين، وبلتر هو موجود على رأس الفيفا، طبعا جو هافلانج هون بس بذكر في علاقة هون عائلية بينه وبين ريكاردو، تيك سييرا، هنتعرف كمان عليه، ولكن رئيس الاتحاد البرازيلي برجع لجو هافلانج، كمان مرة هيدا صورة جو هافلانج، رئيس تاريخي للفيفا، وأكتر من 25 سنة 24 سنة رئيس هافلانج، كل بطولات العالم المهمة قطعت على هافلانج، طبعا هون إذا بدي يقول أهم البطولات كأس العالم، 74 يوهان كرويف وفرانس بيكينباور موجود هافلانج، 78 ماريو كامبس الأرجنطين وهولندا أيضا بدون يوهان كرويف، 82 إيطاليا كأس العالم ربحتها باولو روسي وألمانيا رومينيغي، 86 خروج البرازيل، 82 أفضل فريق للبرازيل على الإطلاق بطولات كأس العالم، الفريق الحلم اللي خسر ب82 كمان على أيام هافلانج، 86 مارادونا وأسطورة الأرجنطين، 90 أيضا كمان مرة إيطاليا، 94 روماريو بطل العالم كمان هون مع جوه هافلانج، حقق حلمه جوه هافلانج، سلم كأس العالم وذهب للبرازيليين، كانت هاي دي سنة الـ 94، وبعدين استلم بلاتر عم نشاهد بـ 98 كمان لبرازيل كأس العالم، وإلى ما هالأيام، نحن بنعرف تقريبا بالتاريخ الحديث، كل جديد جيل جديد بيعرف بلاتر، ولكن جوه هافلانج كان كل الثمانينات رئيس، ومنتصف التسعينات ومنتصف السبعينات، يعني منتصف السبعينات، كل الثمانينات ومنتصف التسعينات، هون أهمية جوه هافلانج، كان أمبراطور الفيفا، منذهب سريعا هون، إلا منتعرف على محمد بن همام، هون رئيس الاتحاد الأسيوي، طبعا هون كلهم عم بيكون، كل الاتحادات مهمة جدا، رئيس الاتحاد الأسيوي، وهو من قطر الأسيوي، منذ عام 2002، عضو بالفيفا منذ 96، وبدأ حياته رياضية، رئيسا لنادي الريان القطري بقطر، وترأس الاتحاد القطري أيضا، أهم إنجازاته، تطوية دورة بطول أبطال آسيا، تطبيق نظام الاحتراف بعدد من دول آسيا، وفاز بن همام بولاية 3 سنة 11 بالتسكية، ليستمر برئاس الاتحاد الأسيوي حتى 2015، وقتر، قطر دخلت أيضا التاريخ، بفوزة بتنظيم مونديال، أيضا كأس العالم، 2022، ووقف صغير ومن تابع، ريكاردو تكسييرا، واللي كان هون علاقة عائلية مع جو هافلانج، رئيس الاتحاد البرازيلي، قديم كتير ريكاردو تكسييرا، صار فيه خلفات عطول تكون بين ريكاردو تكسييرا ورو ماريو، وأيضا أحيانا بلي، تكسييرا اللي قطع تقريبا هون عدة سنين طويلة، وهو رئيس الاتحاد البرازيلي، وصار فيه طمعا هو هون منشاهده من أهم الشخصيات اللي هون تعطي رأيها باختيار المدرب واللعبين، يعني منشاهد قوات صار فيه صراع، رمار يحس فيه مؤامرة يوما ما أنه ما أخدوه على كأس العالم، بين تكسييرا وأيضا زاقالو وزيكو وصار فيها الخلفات، وشهدنا أيضا بعض قوات الخلفات، بين تكسييرا وبلي وصار فيه مصالحات عدة مرات، طبعا بلي هون صار وزير للرياضة بالبرازيل عدة مرات، يمكن مرتين، زيكو كان وزير للرياضة بالبرازيل، يعني أمشيت أنه بسهولة ممكن هؤلاء اللعبين الكبار يصبحوا وزراء رياضة ببلادهم، طبعا رياضة بالبرازيل، برازيل عظيمة جدا بالرياضة، عدا كرة القدم، عندنا برازيل كتير قوية بالفوليبول، كرة الطائرة، عدة مرات كأس العالم، وأيضا بكرة السلة، مع أسكار شمت اللعب التاريخي، أيضا البرازيل موجودة بقوة، بكرة السلة، خلنا زبا نخرج من البرازيل، ومتوقف سويني، وحنتابع سيب بلاتر هون، جوزيف بلاتر، جوزيف بلاتر، حنشاهده بقوة، وأيضا ميزينية الفيفا، وأرباحها، وعوائد الفيفا، كلها بلاتر والفيفا، هيدا هون جوزيف بلاتر، من سويسرا، سويسراني بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي، مهم جدا جدا جدا، لاعب كبير، 74 سنة، من الـ 98، بيتولى المنصب، أيضا هون، من متخرج من جامعة لوزان، يونيفيرستي أوف لوزان بي، الاقتصاد والإدارة التجارية هون، مهم جدا، عدة مناصب أطعفية بلاتر، إن كان أمين عام الاتحاد سويسيا للهوكي عجلي، تلاحظوا، قبل كرة القدم، كمان هون عم نشاهده بعدة مناصب، بلاتر والفيفا، بذكر هون إنه الفيفا احتياطه مليار وميتان مليون دولار، ضاعف 16 مرة منذ 2003، كمان هون، بالتقرير ذكر كمان بلاتر، إنه كل اتحاد حصل على 550 ألف دولار، ونصف مليون دولار، وكل اتحاد إكليمي على 5 مليون دولار، طبعا صار فيه إنفاك، وعام استثنائي بالألفين وعشرة، عام استثنائي والفضل، بيكونوا كأس العالم لكرة قدم بساوس أفريكا، هون حقق العام الماضي الفيفا، إيرادات بمليار وثلاثمائة مليون دولار تقريبا، أكثر من 90% من المونديال، يعني عم الشهد العام الماضي، أكثر من 90% من المونديال الأفريقي، كمان هون عم الشهد النفقات والعوائد، وطبعا هون إمبراطورية عالمية الاتحاد الدولي، تأسس سنة 1904، مقره بزرخ، ومشهد هون الفيفا بضم 208 اتحادات، كقريبا هي منظمة الإمام المتحدة لكرة القدم، وعم الشهد التطور، وبيترقص الفيفا، مثل ما قلت السويسري جوزيف بلتر، منذ 98، ورح ينصرف 162 مليون دولار على كأس العالم كود قدم بالبرازيل سنة 2014، بين إنتاج تلفزيوني 50 مليون دولار، مساهم ميلي 45 مليون دولار، وتأمين 3 مليون دولار، كمان مونديال الأندية، كأس العالم للسيدات، وأقل من 20 سنة، والتي بتبلغ 100 مليون دولار، إذن هاي دي كنت نزل سريع على جوزيف بلتر أو الفيفا، إمام المتحدة لكرة القدم هي الفيفا، زرخ بسويسرا، عنيك المقر تحت الأنظار ع طول زرخ، طبعا هون زرخ بذكر هون أنه مدينة حيوية ملتقى، ترجمة نانسي قنقر